سنكمل معكم الفيديو السابق كنت شريت بعض المشتريات سنتقاسمها معكم لان هذه الدار شوية فادي الحمام مو يمشي شوية دي الحويش كنت جبتهم مع اي كياب لقيتوني دبايا عاد هبطت معندي يونس الفوق كنشوف كراسة 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 جيت انا كنشوف هنا في الاشكال و الانواع اللي عندهم مهم شفت بزاف بيض و باج و يكون دي الجلد و ميبرة لقيت الرجلين ديالهم خشب وانا ما بغيتش خشب بغيت هكا هدك ما عفتش يقولولي كرومي ولا مهم ما عفتش شنو اسميتو مهم ما بغيتو بحال هكا بحال ذي الرجلين دياله يكونوا على هاتشكل لقيتو وغنطلع دبا غادي نقولها ليونس ولا غن من بعد مهم انتم معايا بغيت نتقاسم معاكم نيت بزاف ديال شوفوا انا اليوم دابا هاد العشية كلها في الدار غنوريكم بالضبط الحويج اللي قديتها و واشنو درتها المهم انا دابا قررت من قبل ما غادين نطلب ندير الطرابية غناخد منهم جوج قبل ما ندير الطرابية لهاد الكراسة انطلع نقول ليونس حيث عندي جوج غادين جوج اختيارات هاد النوع وواحد شكل اخر نوريهم هاكدا اليونس ما نكذبش عليكم يونس خدم خدم بزاف وخصمي سيكون بوحده هو هاكا دير كيشبهني بشي حويج يعني واحد مني كيركز بشي حاجو سيكون بوحده مكيكون لمبرزة الوال وكيقضي كتلقي بزاف تحويج دارهم هادك النار قداء شغول وركب بزاف ديال الحويج اللي عندو فيها الخدمة وتمارى بعد تمارى بزاف هو هادك الحيط اللي عندنا فيه ذاك الميال هو اللي عندو تم الخدمة وهذاك البلاسة لا سالها صافرة سالها تقريبا تقريبا سالها كل شي غايب قليل ذاك الشي الاخر ما غايكون صعيب كيما هادك البلاسة اركبوا دار الفينيسيو ما نعودش لكم باقي لنا مشكلة هي ان هاد المزورة هادو ما لقينا همش كاملين في ايكيا يعني ناقصة عندهم سلعة بزاف كل مرة كمشي ولا لقينا غير خرجوا شي حاجة جوج ولا هكا لا لقينا موجبنا باقي ما زال ناقصين يعني ما زال ما كملش الدورة كاملة ناقصين ما زال المهم هو كيركب دب هادو اللي جابهم ذاك الشي طالع غزال 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 وما بغيش نحرق لكم كل شي مهم غا تشوفوا غادي نوريكم غير واحد شوية باش شوفوا كانوا غا يدي اللي على حسب ذاك الشي اللي قتلي كانوا غاي جيوني في ذاك البلاسة غير جوج مجورة من هو علا ودار واحد ودار واحد الديكور دار واعر وصرعه ودار اللي هادك الفينيسيون دار اللي واحد الكادر خطير مهم بجات ذاك الشي يزوين ما بغيش نحرق لكم كل شي وهنا يدبك يركب المجورة ويحيدهم هادا وحيد الكراطن وحيد هكا الروينا هكذا يال كبيرا المهم تقريبا بدك يكتام البيت وبدو كيبانو البلايات ديال البلايس الاخرين قاعدك شي اللي درناهم بدك يبالينا البلاين البلاين شنو غنديرو هنايا فهذا البلاسة وهذا البلاسة كيجيو هكا وكيطحوا افكار وكنغيرو تاني افكار مهم هما تيكونو وكنختارو ديك الحاجة اللي قناها في الأول ولا هادي المهم احنا جوج دابا متعاونين شي كيكمل لاخرها ودابا كميلي يا المجورة انتم بدك يباليكم شوية البيت دك شي زوين طالعة البلايات غنا نتقاسم معاكم حاجة اللي دخلتها وجبتها معايا دك شي بقى محتوطة البلايات والله العظيم دابا المهم انا غن حييت كل شي وغنجمع دابانا غنجمع الروينا ديالي اللي كينا هنا تحت وخلي يونس ما زال اخدام من هاد البوتيك ولا هاد المحل اسميته اي ميركو خديت منه دخلت خصيصة اللي تقريبا مشيت غير بلاسة ديال المقالي قلت غناخد دراريها ككيصاب و فانكيك ودك شي ولا الكريب وبحالك يتعطل عندي انا فيها غير ربعة وعندي وحدة عادية كتتعطل قررت هما دوك الصغار هما الحلوين ولكن ليس صغير ورين كيكونوا متوسطين جبت لهم هذه زوينة حيث شفتها كطيب وعراء كتطلع لك خيب خطير فيها سبعة يعني سبعة دقاء وحدة ما كيشتوش الوقت لقد اضبت نطحت ربعة لقد قلت تفاح لانا هرئيكم بالتفاح بحال البيض سنهريكم بالوصفات لأستعمله سوف نصابو من شكل آخر سوف يعجبكم بزاف انه يصلي عنده تفاح نقصة الكبار اخذت هنا سوف نحتاج المطحون لتحصل على البودرة والدقيق مهم هنا لا نستعمل الدقيق يجب أن يستعمل الدقيق في بلاسة الشوفان مهم هنا هذي خيب صحي سوف نأخذ كاس كبير كاس كبير مطحون ونصف كاس لا مطحون سوف نخلط بيديه حيث عندي أسهل حاجة قريبا عفيتها مقاسمها معاكم دي مكان ندير في الخلاط الكهربائي صافي مكان جيني زوينة وسهلة وكتخلط مزيان وضغية كالطيب سوف نضيف بيضات هنا سوف نضيف عليهم قياس الشوفان أهل جمال حاجة كتجي مع التفاح يجب أن نضيف التفاح القرفة وتدار كتولي مكسرة بريح التفاح والقرفة ما نعودش ديكم سوف يباين طيبة حلواتك النار اللي تخلك يشمر حلوة سوف نضيف حاجة أخرى شوية دي الملحة عندكم الخميرة دي الحلوة و سكر فاني سوف نضيف العسل واللي ما بغاش يدير سكر يدير نيشة للعسل يديرو لهذا كسيرو ضفت تهوات قريبا منه معلقة كبيرة و خضيت هنا الحليب دي اللوز مشي بالضرورة الحليب النباتي بان نضيف حليب عادي انا هنا اختارت الحليب النباتي كيعجبني هكاية في الحلوة و ذاك الشي و غادي نخلط كل شي تقريبا الحليب خضيت كاس كبير تاوا بالقدار اللي شفته ذاك الكاس اللي عبرت به الشوفان غادي نخلط هنا يا كل شي مع بعضياته و صافي الخالق واجد عندي من هاد البانكيك غنصوبها انا يا باش غنصوبها بتفح البناتوكين اللي بغا يضيف مرسوه تفح فيها يضيفهم يضيفهم انا غنديلكم واحد شكل خور اللي غادي فيه البانكيك غا تشوفوها غادي المنظر دي عاكيش هي و في نفس الوقت غا تاكلوا تفح هكا يعني غا تطعم ديالو ما غا يهربش ليكم واعرب زاف كتجي و كتجي زوينة و حلوة غادي نقطع انا لقدر ديال التفح اللي غادي خصني على شكل دوائر بحال هكا على هذا الشكل و التفح هكا ما يكون شادك الحامض شوية حلو ولكن حامض غادي مهم غا تضيفوا عليه السكار هكا يمني تكونوا هكا هكا تشحرو فيه غا نوريكم دبا يا انا الطريقة باش تفهموا علي أنا دائما كنبغي نوصل فكرة هكا كاملة صافي كان نقيفي نحيد لي هاداك العظام ديالو بهاتش شكل هادا انا كتجيني هكا ساهلا كان تحكم فيه وكنجيب هاديك تقيبة كنجيبها هكا في الوسط باش مني كنكون كان طيب ما كيجينيش جيني البانكاك هكا في شكل ديالها كتجيني كتجيني زوينة في المنظر هكا حتى العين هي كل شي انا بعدها عندي عارف اني كندقق في التفاصيل وعزيز علي نحطي حاجة مرتبة ومقاددة وزوينا وفي نفس الوقت كينة لبنة المنظر ماشي غير الشكله صافي مهم اللي يجربها يقول لي يا زيكا جربتها ويطاقيني على الانستغرام وننزله في سطوري عندي كيما كتديروا لي دائما مهم غات يعجبكم حيث الاغلبية كي يعجبوها كالك خيب التفاح قطعتوا على هاد الشكل صافي وغادي نمشي دبا غادي نجرب المقيلة ديالي الاول مرة متأكدة انا عارف هاد المقيلة كل شي كيشكورها وزويونا غات طيب ليالك خيب روعة ما غات حرقو موالو غاي طيبو سبعات قوحدة ما غادي نتعطل دكشي على السريع وبهات الشي باش خديتها باشت انا كن اختصر هكا الوقت كتقولي الوقت بعد المرات كي تبغي تدير الحاجة مزروب هكا كندير الحاجة اللي كتسهل عليها شوفوا اول حاجة شنو غندير غادي نحط تفاح دهنت دائما زبدة ضروري ما تدهنوا باش ما يتلصقش لكم تما دهنت شوية ديال الزبدة وغادي نشحروا غير على جيهة واحدة شتودة باديك الجيهة اللي شحرتها غادي نقلبها غادي نقلب هنا يا كل شي بغيتو تخلو مازالا يزيد تحمر خليو اللي عندو تفاحها كشوية حامد دردروها كشوية شكار قبل ما ده بغن ضيف الخالات اللي صوبنا ده بادي العجينة اللي اللي درناها اسفة البنادي ما كانقولها لكم وكان عودة عمرني ما حتيت راسي في هذا الموقف انني غا نكون طبخة كان صوب الحاجة اللي كان صوبها لي وليداتي اللي كانت تقاسمها معاكم يعني ما عنديش هدوك المصطلحات ديال الماكلة ودك شي ما مول فاهمش دكش عالش ما عنديش في لسان ديالي بعد ماات كيخولني التعبير غير كنت أسف شوفوا بهات طريقة البنات انا غيباش نسهل عليكم كيكونوا طيبين دكش عالش قلبتو باش ده با غيطيبو على الجال اخرى ومني غا نقلب تنقلب مرة واحدة ما كان عودش هكا كان ندورهم كيجوني هكدا يا سالين صافي كان خوي هكا شوفوا ما كينا لروينا لحت شي حاجة والريحة يا سلامة البنات الريحة شحل طالعا ما غا نقولش لكم ريحة التفاح و ريحة القرفة و ريحة السكاربان هاتي الريحة معطرة الدار هاتي الريحة فضيلة صافي هاتي الريحة كتجيب نينة و الديدة و زوينة واكيد غا دي تعجبكم انا متأكدة شوفوا المنظرة البنات صافي مني كان قلبها و ضروري ما ندهن اه كان دهن باش ما تبشيش تلسقلية هاتك كالك العجينة تماما مقلاة رائعة مقلاة رائعة ده ببحالك ندير ايش هال مقيلة اه اخويت العجينة و خفت هذك الدور قياس ديالو بقات العجينة في بلاسة شتو يعني ما تحركتش انا قلت نري غادي دلع الساعة بقات في البلاسة ديالو ما تحركتش ساقلت مزيانة شتيك جات في الحجم دياله هكذا كبير و حلوة و زبوي وناتها في شكل ديالو في المنظر اه اللي بغى يدير تفكروا على البناس ما شي بالداروة اللي ما كيبغيش تفحك يدير طروفة ديال البانان تاهم ما تحطوهم تماما غير انا ما كنديرش في الخالط ما كنديرش القرفة ما كتعجبنيش القرفة مع البانان اه كنزيد هكا شي حاجة اخرى تزيدوا هكا الكوكوس ولا الكوكو ولا هذا الزنجلان هكا على البانان من يسكنوا هكا كتشحرو في هكا في الموقع تقطعوا على شكل دوائر وتحطوه كي ما حطي الدباء يتفح وكتزيدوا شوية ديال الزنجلان هكذا من الفوق وتخويوا عليه الخالط كي يجيو تاهمان ما نقولش لكم لا في المنظر ولا في البنا و حاجة كيبغي كبار و صغار ما غاديش نقول لكم بالضبط اللي عندهم الوليدات حافة الوليدات كيبغيو هاتشي كتر من نارة هما نيت ولادي اللي تلبو دباء لها ماشي انا ما ندرسها اليوم دباء بهاتش كل شحال نيت مدرسوا ما عمني كيكون عندي تفح متكاتر و كتير و باش كان بقى هو اللي كان خدم بي و كان نوع كل مرة شنو كان دير الوصفات والحلوات و كي ننكتارنوا بزاف و عندهم حاجة أخرى نهريكم تفح راوليك هنا البنات هاتش راكي خمجات يا راكي حال خسر لي بزاف بزاف ما غاديش نقول لكم و حتى الشجرة دي النوازات يا ربي تسمح لي هذا العم ما قصتوش و ما خليتو عصيرك يدخلو عندي غير ادوك شنو سميتهم سنجابو لشنو هكا كتارين كيجري عليهم بابي و ديبا مساكن كيخبيوا ليهم هذك الشي النوازات اه سافي كملت بغيتا نوريكم دهار الجيهة الاخرى كيفاش كتجي هنا يقلبتهم ليكم غير باش تشوفوا الجيهة الاخرى بابي و ديبا غفر قطلوني بابي و دهار شهاد نظروا و نلقا شوهيهية الدة الأغط laps الر 잠 ayud بس بحس لا ده طيو خرت عليم حملات و جنيهة كان كيشخر ه و الله تاكن كيشخر هو بنا الحد سمعتوا ايه و هذ RESETQué كما ان شوج عنديو كان يجابو نشاط هربا منه سبحان الله تفل حيوان الانت ماشي بحال تذكر والله يا البنات ده بأنا اللي عندي عندي كلبة وكلب ده بكل واحد كيف يجدير سبحان الله هي ماشي بحالو نهائيا ما كتش حتى في ماكلتها وكيبلع الماكلة هي اللي كتكل بالقاعدة كل شي عندها في القاعدة وشبه تكسل ديبة ها 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 واحد النوعية ديالي سيرفيات كيعجبوني كذيف وهو ما النوع الوحيد اللي تعجبني في ايكا في ماكان كن فيها كن بغي نهز منهم ولا بعلمات كنمشي كنجيب منهم كذيف وتننزلون هكا كنحطهم على جمب خصوصا مني تيكونوا عندي هكا يضياف وش حاجة تعجبون يحسن من ديال التوب علاش حيث هذا الورق باش مصوبين وغليد والسيرفييتة كبيرة والمنظر وشكل ديالها زوين عندهم في البيض وفي الكحل أنا تناخدهم هكا يبجوج على حسب السيت ولا ديال ديال الطباصل ولا هذا اللي غادي نزل على الطبيلة وتنديل لهم هكا تنحطن بهات الشكل فوق الطبلة من غير مني كان زوقتاني الطبق هكا كان قدرتا هو نزوقهم هكا نديرهم على الطريقة ديالي ونحطن هكا في الطبيسيل كي يجي المنظر ديالهم واعر صاف كنحطن هكا فوق الطبيلة وجبت معايا نيت من ايكا عندهم بعض المرات شي نوع ديال النباتات عندهم زوينين على بلايس خرين كنت كانت سنة أحسنت سنفلت لي ما يفافل سينها ومن ثم يتعلمون ما يفافلت له كنت كان يكتقيه من ايكيا كل مرة كمشي كنشوفه واش نزله ثاني ولا جابه لا ماذا حال ما شفته كعتقد ريحة غذاله في الحمام تيحمقني ريحتو وتيعجبني الساعة ما لاقيتو شجبت هات الشكل هذا إنه نوعه هذا و هات الشكل هذا نيت الحمام مجاني بحلب شي شجيرة هكا مش عكا مش انتفى شي شعكا شي واحد مش عكا مش انتفى والله هيله الشعر ديال الصباح مني زن فيقو من الصباح تنقوله الاميره تمقى نتحكى لها شعرك ديال الصباح صد ديته هكذا الحمام حطيته بهذا الشكل وبايت نوريكم اخيرا لقيت الحاجة اللي بغيتها وجبتها باش هكا نتن ديكوري ولا هكا باش نقادد هكا الحمام هاد هم اللي قتلكم غناخد منهم زوج ولا جوج هاما جبتهم فعلا اخديت منهم جوج غزالين اماش لا اماشي بالضرورة انا قتلكم انا قتلكم غير انا فين تخيلتهم حيث ما عنديش البنات الدهبي اذاك شي الدوغي ما عنديش في الصالون وما عنديش في الكوزينة الحاجة البلاسة الوحيدة اللي ديرها فيها اذاك شي دوغي هو الحمام اذاك شي علاش تخيلتهم في الحمام اما ماشي وما بالضبط مشري للحمام زع ما مصابينهم مصانعينهم بالضبط الحمام وهادتها يلي كنتو ريتها لكم دير القهوة ريحة ديالة فنة ويلي كتلكم فيها يلي خليتوها تحرق بلا مطفى واربعين ساعة يعني كتبقا كتطول بزاك انا شريتها كباش ندير في نفس الوقت وفي نفس الوقت ايكيا مشي بعيدة وبا ذاك شي شوية لأسمنة مناسبة جدا يعني غاتخصنين الحاجة وعندهم ذاك شي ستاندار يعني الحاجة تخصتك غادي ترجعو وتلقيها واحد الحاجة تعرفوها علي ونوري عليكم ولا هاي كتشوفوا هذا بخليت عليكم محيطات في المونتاج انا عندي معا ذاك التدقيق قتلقوني نقد الحاجة ونبقى نشوفها عوجة خصني النود هاكا نقدار باش نبقى نحطها بنفس طريقة هادو مشيت خديتهم لأميرا بستين كشيفة والله يا لاد كشيفة مع تشناية من بزز عندها ربعة في البيت ديالها قتليها را كينين ماما فكيت باعوا في الضوغي وكينين وحدين في البينكرا مشين جيبهم لقات كلها ديالها ما تجيبهمش لها حطي لها ديال وبقيت علاتة خديتهم حد قتليها جاو معزليش ديال الحمام ها 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 هاد البنات هادو تاما سوفي خديتهم لها بزز كنت تعرفوا هاد لاماك ديال ميس اطوال هادي عندها تاية عندها بززاف ما يتشافوا كينين نحويج هكا بحق غير واحد البوتيكة ما عندناش بوتيكة ديالها بالضب غير واحدة كتبيع هكا ديال واحد الجاناح في هادوك شي ديالها اكتر يال فناجين ديال ديال قهوا و قاتل كيسان و هادش اللي كنشوف عندها الاغلبية كيك تكون فيهم هادك العينين و الشفران و ذاك شي ممتعجبونيش بززاف غير هادو خديت انا يا لان هادي عندها الغلاقة ديالها دهبية تاريحة ديالتها زوينة مش هاد المعطيرات ديال جو ريحتهم زوينة ماشي خيبة و ماشي مجهدة بززاف يعني ما تتدرش انا اخدي تحت القفالة ديالها ما بغيتش تكون بغيتها تكون هاكا شفافة يعني القرية ما تكونش فيشي لون و في نفس الوقت القفالة دهبية و انا كان نختار هادك العمارة ديالها يعني مني كتخوة كمشي نجيبشي عمارة و هاكا و كان عمرها كتجيني هاكا زوينة يعني كان نبقى محافظة على الدكور و في نفس الوقت ما عندي في الكمام هاكا زوينة للمنظر ولا الشكل دياله سافي تقريبا كملت هاد البليسة هادي كنت بغيت ندير فيها شي حاجة و ما تكونش عالية لان الشرج مكان بغي يبقى هاكا كيدخلطو هادو كنت جايباهم من المغرب كنت خديتهم مكتوبة فيها كازابلانكا و مكتوبة فيها ماروك و ماروكو المغرب تعجبوني هادوك البليغات شريبيل يعني الاصرة و المعاصرة و اختيت هادو الشميعات اللي كنت وريتكم كتلكم غن ناخدتهم من نوم ديال تفاح زويبوني نوم ونيت خضرين غادي يجيوني معا دي كل البلونت اللي حطيتم مضايلا كل شي تنزل على جاسة بالصدفة و صافي احطم حيث فعلا فيهم الريحة و تيديروا الريحة زوينا اه غن نزلهم هما تقريبا اللي غادي نتيل منظر ديالهم قالسة قريبة قالسة ناري عندن نتقو بالورقة فين قالسة انا رفضوش طوال يتزعمة قالسة و كتجمي اه في زنبانا كادر عفوس هذا الاي حاله ما علينا عندن Levels كن قضيو نفس الحاجة كنذروها و تشابوا فيها كنخلصو ذرائبنا كل شيءUU هذا الإله يا £ حتى هنالم اللي جياني وелюتم منو هذيتم منو فبقى ننزل بها في صالة وهناي هنا في الحمام تنزل بها بأي حاجة شريتها وجبتها نلخصني ان نحيد عليها قاعدة كروينا و كل حاجة مني نديرها في البلاستة تبقى كان ديش ما عندي محتوط في واحد البلاستة ما ليتي خصني هكا نحيد هذا الشي اللي تحرق و نحط هكا حاجة من جديد هذا المنزل للمنزل بشكل مدى لا أستطيع أن نزلهم لا يمكن أن نزلهم و الحمام يحتاج لهم لديهم موقعات وأنهم يريد أن نزلهم و يجب أن يكون بداية لا يمكن أن نزلهم هذا المنزل تقريباً يجب أن نزل لأنه كانت تنزل لأنه لم تتعلم انا اريد شيء كذلك لدينا شيء كذلك كانت انا مرتاحة كانت تتعجبني ونأخذها كأرق ولم يتعجبون هذه هذه طوالت الحمام لدينا تقوم بها الذي تجعله الذي تجعله لانه تنظيم شيء مخده اذا اريد شيء نعم لدينا مشكلة سوف اتخبركم لدينا اتخدام انتو أتخذها لدينا جيد وانه تنظيم انا اخذها بيكيا لدينا احتنا لدينا شكرا انا اتخدامكم لدينا بقينا نحن تقدم فيها انتو أصعدت ايكيا اصبادت اصعدت 4 زيت منهم دا بايا 4 اخرين و هاما هاما زيت منهم اربعة و اقوم بتنقيت اعجبتني ثاني نريها لكم و نتقاسمها معكم عجبوني هذا الخشب خديت منهم 8 او لا مع كوبا تخرين سوف أعطيهم لكم هذا الذي يأتي للبنات تحت من الكوب ستضعهم هكذا لكي يكون تابع لهم وعندما تشري هكذا الكوب لديهم جوجة الألوان أنا حاولت أن أقلبت لن أخذت الغامق لديهم فاتح الغامق وخصاً سيضهن هذا بالزيت سيضع لهم دياله بحال الخشب هكذا ويقوم بحال الخشب ويأتي بحال الخشب لديهم جوجة لديهم جوجة ويأتي بحال الخشب ويأتي بحال الخشب سأريكم أن أضع هذه الماضة أضع هذا الماضي سوف يغسل سأريكم سأريكم هذا لكي أردت لأنه يأتي لهم أشاهدون أن أضع وهو جوجة ليس جوجة لديهم جوجة سيضع ولديهم من دائما ويقوم بحال الخشب ويأتي بحال الخشب ويأتي بحال الخشب وهو جوجة هناك من غير هذا لنحاولون دبازج جوه جيدة معه لذا أردت ان تفعله مثلا شكل اخر وضعت عليه غير هذا وتوجه جيدة جيدة وضعت هذا وضعت أخر وضعت هكذا نجرب و يجيوه يجيوه جيدة و يجيوه هكذا لا تضع منها سأعجبوني سأقسمون مع البنات لأنه يجيوه في الزبلة يمشي لها لذا انتهى هذا هو الكبير و يجيوه و كيسان هكذا طوار مهم أي شيء و لا يجيوه مهمة البنات قضيت حاجة هاد العشية حسيت براسيل اللي حييتها عليها أنا هادكا اللي حييتها عليها و نقصتها عليها ما تتبقاش مبرزطاني أما باش تبقى الحاجة كم حطوطة و تزيد تتراكم و تزيد تحط عليها ثانية حاجة أخرى مشكلة كتولي عندي هكا الروينة كنقول باركا على الحاجة اللي سنكرها الحويج الطوية و صبا باركا عليها بعد ما تهدو كرة تيسالي و معايا والله إلا كنقول لكم الحقيقة البنات اللي كين يونس سافي تقريبا كمل هادك الجهة كاملة و جمع الروينة كلها و كينزل فيها غاي هبط قدك شي كله و سافي غادي جمعت ما يالفوق باش يبقوا ليه دابايا غير ذاك الحيط الأخر هو اللي غادي نبداو فيه دابايا خديت هنا يا ميلكة الدراري جبت هديك ديال الماكينة ديال القهوام عند أميرا اني تغسلتها لها و انقرت عليها واحد شوية و نقول لها مكا تغسليها تنيني نغسلها الكتائي اللي جبتها نضفتها لها صافي و درت لها هنا يا ميلكة في كوزينة تعجبوا ماد ميلكة زوينة في الحقيقة ديال هاد الماكينة تعجبوا بزاف بنينة و مقوياش و أنا براسي معزيش شعرية نشرب هكا شكلاة بزاف ولا هاد الكاكاوا هكا السخونة شي ما أعجبنيش من عجبني هذا ديال النوعية ديال ميلكة عجباتني بزاف نستطيع شربها معهم أكثر من أفضل أميران سوف أعجبني أن نشربها معهم قمت لهم ميلكا وأنا ويونسا وقرب ينزل وقرب يكمل سوف ندير لنا قيوة للليلة باش نخطوها ونظروا ماذا سوف نديرو ثاني حتى نديروها ونخرجوا واحد ساعة أو ساعتين نجيبوا فيها واحد شي حويج وكي يجيها كاية تخدم يونس انا وجدتها شكرا 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 حاليا هذا الشيء ولي دابا معمرين به ولا حاجة بدينها خلصها تكمل يعني خلصنا نحيدوها هكا خلا يونسكي قولي ما كتساليش ما كتتقاديش أمن حاجة تزيل حاجة ها 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 هQue لقالي يا عمرونا معم سالي المالك مالك مغالك كتبقى بحالك كل مرا كتبغيت تروني فيها وكتغيري فيها وكتتروني لها حاجة خلصها مذا تكون ها كدهي كبيرة شفتهم preparكم على جوجة وطفقتنا مؤمن بقي candidate قوليها هي اللي سوف نتوق طلبها ها هي اللي غادي نطلبها باش بحران انتوصلوا بيهم تاني وبحران يوصلونا تاني في الوقت ما يتعطلوش علينا حيث هاد الشي دبات شي اللي واقع دبايا كدبش علي كل شي تحجا ما كاتليفر ضغية ما كاتجيك هاكا يا ضغية اوو ما شاكيل وصافي مو يمع لنا شالبنات غادي نخليكم هنا يا واكيد تاني غا نكون معاكم تاني من جديد وبالجديد بوثة لكم كاملين وتبقوا على خير وبسلامة